ناس كتير عندها هواية تربية الحيوانات في البيوت بنلاقي ناس كتير قوي قاعدين في بيوتهم أو موجودين في الشارع بيتعاملوا مع حيواناتهم طول الوقت القطط والكلاب وغيرها على حسب حب الشباب للحيوان الأليف اللي بيربيه في البعض بيبقى الآن بيبقى مش عارف هل ممكن الحيوان الأليف ده يسبب له أي نوع من أنواع العدوى أو يصيبه بأي نوع من أنواع المرض وهو مش واخد باله والقلق ده هو اللي بيمنعه أنه هو يربي حيوانات أليفة أو أنه هو كمان يروح لملاجئ الحيوانات الأليفة المنتشرة موجودة وأنه يتبنى حيوان يعني القلق بتاعه ده هو اللي بيمنعه أنه هو يبقى عنده حيوان أليف برهب محبه للحيوانات الأليفة خلينا نشوف سعلا ده ممكن يحصل ولا لا السئلة كتيرة منا في الفقرة دي هنسألها إيه هي الحيوانات الخطر تربيتها في المنازل هنسأل كمان إيه هي أبرز الأمراض اللي بيصاب بيها الإنسان من تلك الحيوانات ولو عايز أربي حيوان إيه هي التطعيمات كمان الواجب توفرها أولا أسئلة كتير هنسألها النهاردة مع ضفنا اللي منورنا في ستوديو صباح الخير يا مصر دكتور عبد الحليم القصبي أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البطري جامعة بنها والمستشار للمستشفى البطري العسكري أهلا بك فانتم صباح الخير يعني زي ما منك بتقول من شوية تربية الحيوانات بقت منتشرة جدا بروقتي في بيوت كتيرة بيتعاملوا مع الحيوانات الأليفة بداية إيه هي الإجراءات الأولية اللي يجب اتخاذها قبل ما أخد قرار أني أربي كلب أو قطة أو أي حيوان أليف داخل منزلي أول ما أخد قرار أن أنا عايز أربي حيوان أليف أولا هشوف إيه المكان المناسب عندي هل أن المكان عندي يسيع أن أربي كلب أو قطة أنا بحب إيه بالضبط بعد ما اختار الحيوان المناسب لازم أول ما اشتري الحيوان ده أروح بيه للطبيب البطري عشان يفحصولي عشان أقدر قبل ما أدخل حيوان للبيت ممكن يكون عنده إصابة لو الحيوان ده في مرض أو في أي إصابة مش بس الخطور على الحيوان ده كمان الخطور على الناس اللي موجودة في البيت لأن في بعض الأمراض ممكن تتنقل من الحيوان ده للأشخاص اللي موجودة في البيت فبالتالي لازم أفحص ولازم أكون عارف علامات السلامة العامة للحيوان الأليف قبل ما أدخلوا البيت عندي لازم يكون الفرو بتاعه جيد جدا لازم يكونش عليه حشرات لازم يكونش بيعاني من أي إصابة فبالتالي النهارده اللي هيروح يشتري حيوان أليف ممكن يكون جايبه عشان خاطر عنده طفل في البيت هو مرتبط بالحيوانات أو بيحبه هو مش هيبقى عارف الحيوان اللي أنا جيبته ده مصاب مصاب ولا حيوان سليم فلازم أول مشتري الحيوان لازم أروح به العيادة بيطرية متخصصة تفحص للحيوان وتقولي والله الحيوان ده سليم تماما ففي الحالة دي أنا أقدر أدخله البيت وكمان تعملي برنامج للتطعيمات تقولي والله أنا في المعاد الفلاني هد تطعيم خاص بالحشرات وردان في المعاد كذا هد تطعيم خاص بمرض السعار هد تطعيم خاص بالأمراض الفيروسية فبالتالي أول مشتري حيوان أليف شرط أساسي أننا نروح به لطبيب بيطرية متخصص عشان يقدر يقولي إيه الحاجات المهمة اللي يتبعها في التعامل مع حيوان الأليف احنا بقلنا كتير جدا بنقول نبطل أصلا نشتري حيوانات أليفة نتبناها احنا عندنا حيوانات كتير موجودة في الشالترز فأعتقد أنه بيبقى أفضل أن احنا نتبنى الحيوانات الأليفة أول حاجة حالتها الصحية جيدة جدا أو يا سلام لو احنا عندنا حب الخير نحن هناخد حيوان أليف يكون كان عنده مثلا فقد في قدم أو في أي أنكان ونبعد عن الحيوانات الموجودة في متاجر الحيوانات اللي بتوسيق معاملة الحيوانات أصلا بالضبط كده احنا لو فعلا لو لجأنا لبعض الشلطر وخدنا منها حيوان أليف وقدرت تعمله رعاية وربيه في البيت ده هيبقى أفضل بكتير جدا أن أشتري حيوان من أماكن بيع الحيوانات لأن الحيوانات اللي موجودة في الشلطر عادةها كبير جدا هو مش محتاج غير رعاية بشكل معين إن ممكن يكون الحيوان ده كان متعرض لحدثة أو متعرض لإصابة فبالتالي أنا النهاردة لما بحطه عندي في البيت وأبدأ أعمله كويس أوفره الأكل أوفره التطعمات ده بيبقى أفضل من أن ألجأ لمكان ببيع الحيوانات بالإضافة كمان أن الكلاب والقطط بتاعة الشارع هي مش عايزة غير أكل وشرب هي عايزة رعاية أن أنا أفحصها مظبوط عشان ما يكونش مصابة بأي مرض ولو مصابة أبدأ أدي لها العلاج المناسب وبعد ما دي العلاج المناسب أقدر أدخلها عند البيت وتتعامل معاملة جيدة جدا زيها زي الحيوان الأليف اللي أنا بشتريه بل بالعكس هتبقى أفضل بكتير وعدد الحيوانات في الحالة دي هيقل في الشلطر في الفترة حاليا العدد بقى كتير جدا لما أنا أدخلها عند البيت أو كل واحد بدل ما يشتري حيوان يتبنى من الشلطر ده هيقل العدد للحيوانات اللي موجودة في الشلطر ده جميل جدا زيارة الطبيب البيطاري أو العادة البيطارية مهمة جدا قبل اتخاذ القرار بتربية هذا الحيوان الأليف داخل البيت ده ده حاجة مفروغ منها مهمة جدا عايزة أسأل حضرتك بقى هناك أستاذ متخصص إيه اللي بيتم بقى في هذه الزيارة يعني إزاي بكشف على هذا الحيوان إيه هي الأمراض اللي ممكن تبقى أمراض خطيرة فبالتالي أوصي صاحب هذا الحيوان الأليف إنه مايربيش الحيوان ده داخل بيته إيه هي الأمراض اللي ممكن نتسامح معاها يعني العملية بتتمل إزاي داخل العادة البيطارية هو الأساس أول ما حد بيجيب حيوان بيروح العادة البيطارية فبيعمل له فحص شامل فحص شامل أنه يفحص الفرو بتاعه عشان ما يكونش في حشرات في حالة إنه موجود في حشرات لازم يدي تطعيم خاص بالحشرات لازم يدي حاجة خاصة للوقاية من الددان لأن الددان بتاع الحيوانات ممكن تعدل بأن أدمين لازم يعمل برنامج خاص بالتطعمات الفيروسية لازم يفحص العين كويس جدا يفحص الأزن بتاع الحيوان يفحص علامات السلامة العامة ما يكونش عنده أفرزات في العين ما يكونش جسم الحيوان دافي ما يكونش قطع أكل ما يكونش عنده مشكلة في الأسنان ما يكونش عنده مشكلة في العين كل الكلام ده أثناء عملية الفحص في العادة البيطارية هو بيبلغ صاحب الحالة اللي جاي بيها بكل الكلام ده الأمراض اللي احنا بنخاف منها هي الأمراض الفيروسية زي مرض سعار لو أنا عندي حيوان مش متطعم دايما نقول لصاحب الحالة لازم تطعم ضد الأمراض الفيروسية لأن فيه أكتر من 200 مرض مشترك ما بين الحيوان والإنسان المرض ده ممكن يتنقل من الحيوانات للإنسان فبالتالي أنا لما بحافظ على صحة الحيوان الهدف منها الأساسي هو الحفاظ على البيت والحفاظ على صحة الإنسان في المرتبة التامية أنا لما بيكون عندي حيوان أليف لازم أقول له والله إحنا في عمر من 3 إلى 6 شهور لازم أدى التطعيم الخاص بالسعار وده بيبقى تطعيم بالصفة دورية يعني كل سنة لازم يأخذ تطعيم السعار بحيث أن لو الإنسان تعرض للخربش تطعيم سناوي يعني في الموعد محدد كل سنة بيقضي عليه نازم أريد الحيوان الأليف بتعمله شهادة خاصة بالتطعيمات بحيث أن صاحب الحالة يبقى عارف المعادل فلاني ده لازم هتطعم التطعيم ده لما أنا بطعم أنا بس بعمل وقاية لحيوان من المرض فبالتالي لو الإنسان تعرض للخربشة أو تعرض للعرض من الحيوان ده أنا كده عندي أمان لأن الحيوان قريدي واخر التطعيمات فبالتالي مش يبقى فيه فرصة للإصابة من الحيوان ده بس ده لا ينفي أن احنا مع أول خربشة بنتوجه فورا ناخد المصل طبعا الموضوع ده ما فيش فيه أي تهاون يعني سواء كان الحيوان مطاعم أو غير مطاعم في كل الأحوال احنا بنعمل إيه دكتور؟ بنعرض الخربش أو المكان اللي فيه الخربشة الميا جارية جدا بالمية والصابون أكتر من مرة حوالي ربع ساعة كده بمية وصابون وبعد كده بنطهر بأي مطهر وبعد كده بنروح لأي مستشفى من مستشفى الحكومية قبل مرور 24 ساعة اللي منتشر على مستوى الجمهورية وده تطعيم سيادي مش موجود غير في المستشفى الحكومية بس وكان زمان ببقى واحد وعشرين حؤنة والموضوع صعب بتاخذ أكثر من مرة يعني بقى في جدول كده جدول لا كان زمان واحد وعشرين حؤنة وبتاخذوا في البطن دلوقتي بقوا خمس حؤن وبتاخذوا في العضل والموضوع سهل جدا وعلى مدرشة وكمان الميزة اللي فيهم إنه هو بيدي وقايا للبن آدم ده لمدة ثلاث سنين فبالتالي دي من الميزات النهاردة لما يكون إنسان تعرض للعض لازم ياخد كوقايا ضد مرض السعار أنا مش هنتظر أقول والله الحيوان ده مصاب ولا سليم لأن في بعض الأحيان ممكن الحيوان خصوصا لو كلب شارع مش متربف البيت والإنسان تعرض للعض ممكن يكون مش ظاهر عليه أي علامة من علامات المرض لأنه هو في فترة حضانة المرض وبعد كده يظهر عليه علامات الإصابة في الحالة دي هيبقى الإنسان قريدي حصله إصابة بمرض السعار وده صعب جدا علاجه فبالتالي أول ما حد يتعرض للعضب وده ما بيحصلش كتير يعني دكتور كلاب الشوارع مش بتهاجم أبدا بالعكس يعني خالص بالعكس كلاب الشوارع هي عايز أكل بس يعني كلاب الشوارع هو لما بيروح لحد ببقى الهدف عايز أكل أو شرب مفيش حيوان بيهاجم إلا إذا الإنسان هو اللي بادر بالمهاجمة بتاعته ده يعني كلاب وقطة الشارع بتعامل معهم سهل جدا في بعض الناس بيتوفر لهم مياه أنا بقى عايز أتكلم مع حارتك في النقطة دي احنا بنتكلم عن إجراءات السلامة في التعامل مع الحيوانات اللي موجودة في البيت أصحاب القلوب الرحيمة كتير جدا والموضوع ملوش أي علاقة بأي مستوى بدي أو اجتماعي الناس على بساطتها في قلبها الرحمة بتبقى مهتمة جدا إنها تشيل بواقي الأكل يبقى معها مياة توزحها على الحيوانات اللي موجودة في الشارع إيه اللي الواحد يقدر يعمله بحيث أنه يحافظ على نفسه وعلى جسده سليم وفي نفس الوقت يحافظ على فعل خير أنه هو مستمر في إطعام حيوانات الشارع هو الحيوانات الشارع هو مبدئيا كده ما بيهاجمش الإنسان هو أنا النهاردة لو عندي بواقي أكل في البيت عايز أحطها للكلاب أو قطة الشارع هو عايز مكان يكون فيه ضلة وأكله ميا مش عايز أكتر من كده في الحالة دي لو أنا وفرت له الكلام ده هو ولا هيهاجم الإنسان ولا هيعمله أي مشكلة لكن برضو إحنا بنقول لناس وإنت بتوفر الكلام ده بلاش التعامل المباشر يعني ما تطبطبش عليه أنت مش عارفه لأن في بعض القطط اللي موجودة في الشارع ما بتحبش أن حد يلمسها بشكل معينة من التعرض للخوف بقى وديفنسيف يعني فعلا فرد الفعل بتاعها هيبقى هو حاس أنت مش عارف يعني هو حاس أنت هتهاجمه ولا هتحط له أكل يعني بلاش ملمسة يعني أنا هتحط له أكل ومية مع التعود لو أنا عارف المكان اللي بحط فيه بالسمرار القطط والكلاب اللي موجودة فيه هتعرف أن أنا بالسمرار بحط لهم أكله في الحالة دي قدر أتعامل معهم بصورة طبيعية لكن في الأول موضوع صعب جدا أن أنا ألمس حيوان في الشارع لأنه هيبقى خايف فممكن يبقى رد فاعله مش كويس في حالة أنه هو يهاجم أو يعض أو يخربش فالحالة دي قلنا لازم نلجأ للبطر نظفتي بقى بعدها إزاي أنظف إيدي إزاي مثلا بعد الملامسة لو أنا متعودة على مكان معين بحط فيه وبحتك بالقطط أساس التعامل مع قطط وكلاب الشارع أو حتى قطط وكلاب البيت الأساس في نظفها لأن في بعض الأمراض ممكن تتنقل من الحيوان الأليف اللي موجود في البيت من خلال التلامس فبالتالي احنا دايما بنعلم الأطفال عندنا في البيوت نقوله أن إنت لما تتعامل حتى مع الحيوان الموجود في البيت لازم بعدها تغسل إيدك كويس جدا ما ينفعش أن إنت تأكل وإنت كنت تلعب مع الحيوان الأليف لأن في الحالة دي ممكن يكون فيه أمراض موجودة على الفرو بتاعه ومع الأكل تتنقل للبناة فدي برضو من الحاجات المهمة اللازم بنوصي بها أطفالنا اتباع إجراءات النظافة باستمرار داخل البيت دي نقطة مهمة جدا الأطفال بقى يتعاملوا إزاي هل بيبقى فيه خطورة في بعض الأحيان في تعامل الأطفال مع الحيوانات داخل البيوت عن الكبار؟ الأطفال لهم معاملة خاصة أنا لازم أفهموا أن الحيوان ما ينفعش أن أنا عاملوا بعنف في بعض الكلاب والقطط اللي موجودة في البيت بقى رد الفعل بتاعها عنيف يعني مثلا أنا مربي كلب زي الشواوة حجمه صغير فبالتالي الطفل بيحس أنه هو كلبه صغير والتعامل معه بتعامل معه آه بتعامل معه فريندي اللي بحب الكلب ده رد فعله عنيف شوي يعني هو ممكن يجي طب طب عليه يلاقي الكلب بيخربش أو بيهاجم أو بيعضه فبالتالي لازم أقول له والله أنا قبل ما اشتري حيوان أليف لازم أعرف طبيعته طبيعة السلوك بتاعه وبرضه بعلم الطفل بتاع الكلام ده بقول له أني خلي بالك أن التعامل مع الكلب في الأول لازم بقى بهدوء التعامل مع القطط ما نفعش شد دلها ما نفعش يتخبطها على دماغها لأنها تلاقي رد الفعل بتاعها أنها تخربش أو تعض وده رد فعل طبيعي فلما أنا بعلم الأطفال الكلام ده هو بتعود تاني حاجة تربية الحيوان الأليف بتعلم الطفل أنه هو يعتمد على نفسه بتعلم الطفل أنه هو يبقى حريص على النظافة بتاعت إيديه حريص على نظافة بتاعت حيوان الأليف اللي هو بتعامل معها باستمرار فده نوع من أنواع التربية لأن أنا بعلم الطفل الكلام ده لما بيجي بعد كده ينزل يتعامل مع أكلاب وقطة الشارع ما بيهاجمهاش ما بيضربهاش فبالتالي برضه على النقيد الحيوان مش بيهاجم يعني نبقى بعملين حسابنا دايما أن تبني حيوان أليف أو شراء حيوان أليف هو فرد من أفراد الأسرة زي ما احنا بيبقى الأطفال بيبقى لها شهادة تطعيمات ومواعيد تطعيمات وزيارة دورية للطبيب ده بينطبق نفس القصة على الحيوانات الأليفة ما بتبقاش لعبة يعني الولاد شطانين يبقى معاهم حيوان أليف قطة أو كلب فنجيبه شوية وبعد شوية نسيبه في الشارع أو بالضبط كده أنا لما بيجيبه حيوان أليف هو أصبح أنا مسؤول عنه فهو فرد من أفراد الأسرة لازم يبقى لي برنامج مظبوط للتطعيمات لازم أنا مش جايبه الفترة معينة الأطفال يفرحوا به وبعد كده نزله الشارع أو أستغنى عنه لا هو خلاص أنا أصبحت مسؤول عنه مسؤولية كاملة لازم أروح به باستمرار للطبيب الوطري أعرف البرنامج بتاعت التطعيمات بتاعته لو حصل فيه أي مشكلة طبية لازم ألجأ لطبيب بطري متخصص ما ينفعش أن أنا مثلا لو حسيت أن الحيوان بتاعي سخنة تديره أي حاجة من أدوية سخنية اللي موجودة عندي في البيت بتاعت الأطفال لأن في بعض الأدوية البشر يسمى للقطط وكلاب يعني أنا ممكن لو خدت الإجراء ده من نفسي فأنا كده بضر الحيوان الأليف بتاعي بعرضه للخطر لأن في بعض الأدوية اللي موجودة عندنا في البيت هي غلط أن أنا استخدمها للحيوان الأليف طبعا معروف أننا أكثر من ميل لتربية القطط والكلاب هل في أنواع من الحيوانات خطر تربيتها داخل بيوتنا؟ الحيوانات المفترسة يعني في بعض الناس بتربي أسود أو نشوف تمسيح أو حاجات كده؟ أو تمسيح أو الحاجات دي تربية دي أسلا حيوانات برية لها طبيعة معينة في المعيشة بتاعتي لها بيئة محددة مفروض تعيش فيها لما أنا بقى بجيبها حطها في البيت التعامل معها صعب جداً ودي ما لهاش تدريب يعني يعني إحنا القطط والكلاب بنعرف ندربهم وبنعرف نتعود عليهم بنعرف نعودهم على طريقة معينة من التعامل لا الحيوانات البرية صعب أننا نعمل معها الكلام ده فبالتالي لو حد مرب تمساع عنده في البيت الموضوع صعب جداً صعب أننا نتعامل معاه التمسيح فيها مرض زي مرض السلمونيلا ده بتنقل للبنقدمين هي ملهاش تطعيم ضد المرض ده فبالتالي لو عندها المرض وأنا مربها في البيت فبالتالي هي تبقى عرض الناس اللي عايش معها داخل البيت عرض الإصابة بالمرض ده بكتور عبد الحليم القصبي أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البطري جماعة بأنها بشكرك شكراً جزيلاً لنورتنا وشرفتنا يشتركوا في القناة اشتركوا في القناة